بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا المحاضرة التاسعة اللي هي تكميل Aggregate Planning احنا انتهينا بالمحاضرة الثامنة انه اخذنا Mixed Strategies استراتيجيات المختلطة فحتى قلنا انه Mixed Strategies تنطينا حلول غير متناهية كثيرة جدا فحتى نقدر نسوي refining لهاي الحلول نروح على Mathematical Planning Models فاكو عدة Mathematical Planning Models هاي تستخدم حتى تقلل من هاي او تنطينا الحلول الافضل من ناحية الكلفة وعدد العمال والاخري اللي هي Non-Optimal but Easily to Transfer هذاني Mathematicals Models هي اربع انواع Linear Programming و Linear Decision Rule LDR و Management Coefficient و Computer Search Models الحقيقة ال LDR هو مو سهل بالفهم و مو دائما ينطينا حلول منطقية و Management Coefficient هو مو Optimal ما ينطينا Optimal لكن ممكن ان يتحول اما Computer Search do not necessarily yield a global minimum cost مو بالضرورة ينطينا minimum cost فاذا الحلول اللي ممكن ان نتبعها هو Linear Programming طبعا Linear Programming هي من المواضيع اللي انتو تاخذوها في بحوث العمليات ويا دكتورة سوسل وما ادري انتو اذا ما اخذين احنا الطريقة اللي راح نتبعها هي طريقة Transportation Algorithm اللي هي طريقة النقل اللي تسعى الى Minimizing Cost اقل cost من خلال مصفوفة بيها demand بيها الطلبات وبيها supply المجهزين وتحوي على inventory on hand الخزين وتحوي regular time الوقت الطبيعي الوقت الاصلي او وقت الدوام الفعلي والover time والsubcontracting و demand يحسب فترات معينة وياخذ بالنظر الاعتبار اذا اكو خزين وهذه كل وحدة من هذه لما نجي ننقل من demand الى supply يكلف نفت كل يعني من ننقل مثلا من محطة وقود الى مثلا محطة ثانية او الى مثلا بانزين خانة فهي اشقد تكلف فهي اكو كلفة هنخليها بمربعات صغار ونسوي matrix ونشتغل بيها فنحنكون هذه الطريقة ان شاء الله واضحة من خلال المثال اللي هو illustration 9 طبعا هنا أنا شوية الملزمة اعدكم بعض الاخطاء المطبعية بيها انا رح هدزلكم هاي الملزمة مرة ثانية اللي بيها اخطاء مطبعية هي مؤشرة بالاصفر حتى تكون سهلة لتعديل اعدكم طبعا illustration given accompanying supply demand cost and inventory موجودة بالتابلز 514 و 515 اللي شركة اللي عدها constant work force عدها عمالة ثابتة و wishes to meet all demand تريد تسوي تلبي كل الطلبات with no back orders allocate production capacity لازم تخصص capacity حتى ما موجود من طاقات متاحة حتى تغطي ال demand ب minimum cost هاي التابلات اللي عدنا التابل الاول اللي هي عدنا 4 periods 1 و 2 و 3 و 4 regular time سعره 100 unit 100 وحدة نقضية لليونت overtime 125 وحدة نقضية لليونت و subcontract 130 وحدة نقضية لليونت ال period 1 هي regular time 60 available supply و 18 overtime و 1000 subcontracting ونفس الشكل 50 15 1000 و 60 18 1000 و الرابعة 65 20 1000 لليونت 50% هي cost of labor ال table 15 عفوا ينطينا demand في ال period 1 يحتاج ال 100 في ال period 52 50 73 و 84 80 لدينا initial inventory لدينا خزين بداية المدة عبارة عن 20 ويحتاج انه نبقى خزين في نهاية المدة 25 من عدنا 20 نهاية بداية المدة يعني احنا اذا نحتاج 100 100 خزين فاذا 100 demand مالتنا فاذا عدنا 50 20 فمعناها احنا نحتاج فقط 80 فاذا عدنا خزين هذا هنستخدم حتى نسدد وبنهاية المدة احنا لازم نحتاج 80 demand مالنا 80 بس عدنا final inventory لازم نبقي فيصير عدنا 80 25 يصير 105 الكريين cost كلفة الاحتفاظ بالخزين هي 2 وحدة نقدية للفترة الزمنية رح نبدي بالجدول مالنا من خلال leaner programming هنسوي جدول مالتنا نزل بالفترات هذا اللي مثل ما قلتلكم المؤشرة بالاصفر هذا الخط هذا يحذف كله هذا ينحذف كله والباقيات رح تكون هسه حشرح لكم اياها هنا بالperiod الاولى احنا قلنا الخزين يكلف 1 نقدية بالperiod فبالفترة الاولى هو صفر بالفترة الثانية الانشيال 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 هيكلفنها طبعا كل الجدول هو هذا كلف period الثاني هو 2 يعني خلال period وحتية نقدية بالفترة الثالثة هيصير 2 زاعد 2 صير 4 بالفترة الثالثة 4 زاعد 2 6 فاذا هذا والtotal available قلنا في بداية المدة عدنا 20 الانشيال انفيتري هو 20 بالنسبة للريجولار هذا period 1 مثل ما قلنا نحتاج 100 125 130 هاي من الجداول اللي حتشينا عليها وهنان بالنسبة للperiod 2 125 130 period 3 125 130 و الperiod 4 125 130 نشوف هنا الكلف بما انه هنا قلنا يعني المية هذه لما تروح الperiod 2 الخز المال هينضاف ال2 للperiod فصير 102 كلفتها بالperiod 404 يعني هتنضاف كلفة الخزين اضافة الى سعر الريجولار فهنا يصير 104 هنا 106 هذا الـ الريجولار هو 60 وبالنسبة الـ 18 وهنان 1000 طبعا هذا الـ 16 60 آني صلحت لكم خطأ مطبعي بالمنزمة طبعا نفس الشكل 125 اذا احتفظنا الperiod كامل هنضيف الاثنين للكلفة فهي 127 بالفترة الثانية بالفترة الثالثة 129 بالفترة الرابعة 141 والتوتال available 18 130 هو ما نحتفظ بي لانه سب كونتراكت فما بكلف اضافية هنا نفس الشكل المية هاي اذا اضافتت عليها بريدة سن 102 وهنا سن 104 الـ 125 127 129 هنا الperiod 300 122 و125 الى 127 وهنا بالفترة الرابعة ما يمضع عليها اي فترة فبالتالي ما عندنا اي زيادة بالكلف للخزين التوتال ديماند هنا قلنا بالفترة الاولى نحتاج نحتاج 100 وبالفترة الثانية 50 هيأكد بالملزة ما اكو خمسة صلحت لكم 150 وبالفترة الثالثة 70 وبالفترة الربعة 105 والتوتال available هو هذا هسا هنشوف شون هنطلع فهذا هو الماتريكس الاولى هي عبارة عن ماتريكس الكلف ترجمة نانسي قنقر